بدعة الغنوصية أو الغنوصية نعم حكي لنا شوي عن فكرة الغنوصية عشان نعرف يعني لما منعالج أمر يعني شو الباكراوند إيه الخلفية في الموضوع رقم واحد معنى اسمه معنى اسمهم بيقولوا إحنا العارفون ده معنى اسمه غنوصي يعني العارف من نوستيسزم بالزبط تمام وبمجرد ما فيه ناس ينصبوا نفسهم إنهم العارفون بيدعوا قيادة بقية الناس وغالبية الناس اللي مش عايزين يبحثوا ينصقوا وراههم فيعني لو أنا اسم روح تواصل الناس وفهموا الناس عني وده اللي بيحصل معنا مثلا حتى كخدام الراجل ده بطع ربنا يبقى نعمل إيه؟ نمشي وراه ويمشي وراهك وهو مغمض ودي كارثة وهو مش داري وهو مش داري فالناس دول عملوا كده قالوا إحنا العارفون وبدأوا ينشروا تعليم الله موجود نعم والله إله حقيقي نعم والله روح نعم في طبيعته كيان روحي وليس كيان مادي صح بس بدأوا ينشروا تعليم آخر إن المادة شر إن أي شيء ملموس شر وبالتالي لأن الله روح والله خير والمادة شر فكيف تم خلق العالم فهما يجيبهم هما اللي عارفون بقى هما اللي يجاوبوا واللي مش عارفين هذا فيه سر آه إشي غامض يعني أنت ما عليش هذا إحنا اللي فهمينه إنت لسه أقل نعم وإحنا اللي فهمين وإحنا اللي هنقولك وإنت تطيع اللي هو أعمى يقود أعمى ما زال حتى يومنا هذا حد النهار ده القادة لذين يحرصوا على جهل التبعين لهم خطر طبعا وأعمى يقود أعمى كلاهما يقعان في حفرة نعم عميان قادة عميان قال ربنا يسوع عنهم لكل مكان والرب يسوع دايما كان يسأل الناس عشان خاطر الناس تفكر وتعرف وذالجميل في الرب يسوع لأن المعرفة نور والجهل ظلم حالك لأن الناس اللي في الظلم والناس الجهلة مش عارفين يروحوا فين فالعارفون يستغلوا جهل الناس ربنا يسوع والخدام الحقيقين وعمرهما يعملوا كده بيعرفوا الناس بيعلموا الناس قالوا إن المادة شر طب والله عايز يخلق يخلق إزاي رح الله خلق كائنات ملائكية أقل منه أقل منه والأقل منه درجة ده بقي أقل من الله في القداسة درجة لكنه قريب جدا من الله ويعرف الله بلسه معرفة أقل بعد كده رح الملائكة دول خرج منهم أقل وأقل البعض يسميها انبثقات البعض يسميها أيونات البعض يسميها وسطاء 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 إلى في قاع السلسلة زهرة أحد هؤلاء الوسطاء وكان شرير فهو بعيد جدا عن الله ولا يعرف الله ويجهل الله بالعكس هو في عداوة مع الله للدرجة أن هو الخلق كل هذا العالم المادي فده أول تعليم غنوسي وده مضاد للكتاب لأن عمر ما كانت المشكلة في المادة المشكلة في الخطيئة يعني عمر ما كان جسدي ده هو المشكلة حتى الكتاب مقدس يعلمنا أنه ليس أحد يبغد جسده بل يقوت ويربيه المشكلة مش في ده المشكلة في الخطيئة السكنة في هذا الجسد اللي محتاجة معونة روحية للنصر عليها ده أول تعليم غنوسي وبالتالي النتائج إن الله الحقيقي مش هو خلق هذا العالم لكن الخلق هذا العالم وسيط شرير وبالتالي العالم ده العالم المادي ده في معادة لله والمشكلة عمره ما كانت في العالم المادي تمام وبالتالي هذا الوسيط هو مجرد انبساق هذا الخلق هو مجرد انبساق واحد من الوسطاء يمكن له مكانة ضخمة لأنه هو اللي خلق تمام لكنه أقل من الله وده أيضا ضد التعليم المسيحي لأن احنا كلنا اللي عارفين اللي خلق هو الكلمة المسيح ابن الله الحي وفيه حل كل ملء الهود زي ما هنتحدث لحقا وبما أن المادة شر فبالتالي التعليم ده بيهدم الإيمان المسيحي ليه؟ الإيمان المسيحي كله بيعتمد على تجسد المسيح الله الظهر في الجسد الكلمة صار جسدا وحل بيننا فبدأوا يعلموا الغنسيون أن التجسد مش حقيقي لا ده المسيح عبارة عن ظاهرة روحية في صورة بشرية مجرد خيال شكلي 3D يعني أبعات ثلاثية لكنه مش حقيقي زي ما بحاول يصنعوا اليوم بالتلفونات الجديدة بتشوف الشخص أمامك لكنه مش حقيقي نعم نعم متأيلي بيسموه هولوجرام صح هولوجرام دلوقتي بيجيبوا مغنين بالهولوجرام على المسر المرة بشوفهم بيجيبوا مكلسوم أنا زهلت لما لأنه من سنين احنا بنقرأ عن الهولوجرام وفجأت أنه خلاص تم تحقيقه فهما بيظنوا أن المسيح كده شخصية خيال مش جسم حقيقي للدرجة قالوا أنه هو ماشي على الأرض لا يترك أثر أقدام ده مش حقيقي وبالتالي ده مضاد لموت المسيح الكفاري طبعا وفي نفس الوقت بما أن إن الإنسان في جسد مادي ومحتاج يصل إلى الله الروح الخير فهو لابد أن يكتاز في طريق طويل جدا للوصول إلى الله وهذا الطريق مليء بالعقبات التي تحتاج مزيد من الوسطاء عشان خاطر كل وسيط يقربوا درجة من الله وطبعا إحنا عارفين مين الوسطاء دول اللي هما الغنصيون واللي هما العارفون وده سعي للسيطرة على الناس هذا سر صعب نعرفه إلا من خلال هؤلاء الناس بالزبط بالزبط ورحوا العارفون دول وصلوا وصلوا الناس إلى فاهم حاكتين إنه الخلاص من الشر اللي هو من الجسد المات دي ده عن طريق حاكتين لأما الخلاص مجرد معرفة عقلية فقط مجرد معلومات ودي كارثة ليه؟ معلومات عقلية مجرد معلومات عقلية مش اختبار قلبي مش اختبار قلبي وبالتالي مفيش تغير حقيقي بدأوا يقنوا عن الناس إن ده مجرد معرفة عقلية إنك فقط تدرك مفيش تغير طبعا أنا لو أدركت بدون تغير سأظل في شروري زي ما أنا فين الخلاص من من خطيتي فين الخلاص من الكذب ومن الدعارة ومن السحر ومن السرقة ومن 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 ده رقم واحد فهو وبالتالي مفيش غفران ومفيش فداء تحرير النفس من العبودية مفيش لا ده هو مجرد معرفة وانا بجد ناس كتير قوي يوصلوا إلى هذه المرحلة حتى في وسط الكنيس إنه عارف رقم اتنين الخلاص يعتمد لأنه يعتمد على المعرفة فرحوا أسموا الناس إلى قسمين قسم روحي وقسم أرضي الروحيون والأرضيون الروحيون متاح لهم الخلاص والأرضيون غير متاح لهم الخلاص وطبعا أكيد أسموهم بحسب الاستجابة يعني الاستجاب ليهم يبقى هما دول الروحيون ولا باستجابش هما دول الأرضيون وطبعا عكس الكلام اللي قاله بولس اللي هو معلمون كل إنسان وننذر كل إنسان اللي كان نحضر كل إنسان كل إنسان مش البعض لأنها كذا أحبى الله العالم وبالتالي وصلوا إلى لما تنشر لما الفلسفة الغنوسية تنتشر في وسط الكنيسة كده واضح إن كلمة الله غير كافية للخلاص واضح إن المسيح غير كافي للخلاص أنت هدمت الإيمان للمسيح كله فكل من ينادي بعدم كفاية المسيح للخلاص وعدم كفاية الكلمة للخلاص ده تعليم غنوسي اختفى اختفت الغنوسية كاسم غنوسية وظهرت فيه ثوب جديد يتقمص في أثواب كثيرة بالزبط والمضل عنده استعداد هو وخدامه يأتون في شبه ملك نور نعم ويبدون شكلا قدام الناس إن هم رائعين وخايفين على الناس وهم بيضلوا الناس عشان خطر السيطرة على الناس والاستفادة سواء مديا أو استفادة من سلطة أو استفادة من مادة أو استفادة من أمور كتيرة لكن المهم يجروا الناس وراءهم جرا ويفهموا الناس أنت ما تعرفش إحنا نعرف ودي أمور سرية زي ما حضرتك تفضلت ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر